طبعاً كان من ضمن الجيل بتاعكم في فاطر التوجدك في نادي الأهلي كابتن سعد سمير وأكيد مش هتفلت من الكابتن سعد سمير موقف بها ما تنسوهش مع السخب والله مش يعني مش يعني مفيش حاجة متذكرة أو بس فاكر مرة واحنا كنا صغيرين يعني كنا لسه منتخب عارف انت وكيه بنسافر ونروح ونيجي مع بعض وكده فسعد انت عارف يعني في السفريات والحاجات دي دمه خفيف جداً فالمواقف اللي انا فكرة واحنا صغيرين ان احو كنا مرة بالليل بقى فبنتفسح وبتاع في الساحل وكده فأجرنا الحاجات اللي هي اللي عاشوا متسيكلات الصغيرة وكده فبس فسعد هو يا سعد يعني ايه في حياته عمتا ما بيحبش ايه يعني بيحب يمشي ايه بيهدوء ما بيحبش ايه استعجل ما بيحبش ايه بيحب كل حاجة بهدوء احنا بنسوبها الموتسيكلو ماشي فانا فانا بقول له يا ساعة انت تفضل بقى ماشي بالراحة كده وهو بتاع فاني هو عارف ايه بيسخ keeps كده راح عمل ايه بقى راح ناطت مع الموتسيكل واخلاص بيقع بقى فاني الموتسيكل بيقع فراح ناط طاير ودخل ايه في شجر محطوط شجر لو عارف اللي هو الشجر اللي هو بتحطه قدام البيوت ده. فراح ناطت من عليه. فعارف انت شوفت طمو الجيرو الحاجات دي. فراح هو ايه معلم في في الشجر ده. فدي يعني من المواكف فبص دي يعني مواكف لا بص والله العظيم روحنا انا لحد الصبح اعمالين نضحك وان احنا صحاب مع بعض يعني. اعمالين نضحك لحد الصبح من المواكف يعني. يعني المواكف طبعا يعني يضحك جدا يعني. فدي المواكف الجميلة مع ساعد يعني. هل النادي الاهل ممكن يحقق الانجاز التاريخي ويفوز ببطولة كاس العالم الاندية? انا لو هتكلم على على شكري انا انا عن نفسي ما فيش حاجة في الكرس ما المستحيل. اللي خلى طبعا محمد صلاح بينافس على احسن لا في العالم وان عمرها ما حصلت في تاريخ مصر ان هو لعيب يحترف وينافس على احسن لا في العالم. ما فيش حاجة مستحيل ان انت ليه ما تاخدش كاس عالم الاندية? وليه مصر ما تاخدش كاس عالم? خلاص الفرقات يا مصطفى اللي هي بتاعة الزمان دي خلاص ما بيتش موجودة. اللي هو الفرقات اللاعبة وبينها وبينها وبين اه لعبة العالم ما بيتش موجودة. بتدليل كاردة زي ما بقول لك محمد صلاح بينافس على احسن لعيب في العالم. فانا ما فيش حاجة في الكرة ما فيش حاجة انا تربيت على كده ما فيش مستحيل في الكرة. اكيد في يوم الايام ممكن النادي القليل ياخد كاس العالم اكيد طبعا. تتمنى بقاء بيت سموسيماني ولا رحيله. ولا يا مصطفى بص هي دي طبعا بتبقى لقدارة النادي الاهلي فهي مصدي ان انت يكمل او ما يكملش بس انا 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 عن وجهة نظري او كعارف النادي الاهلي وتفكيره ان هو واستحالة دلوقت النادي الاهلي بيحسبك باخر الموسم. مش مش في وسط الموسم او اه عشان خسرت مطشين فهي مصدي فبس فانا وجهة نظر ان هو لا مش اه فاكيد هيكمل لحد اخر الموسم بقى اكيد هي يقيموه يتقيم يعني. اشتركوا في القناة